في الصلاة الربانية طبعاً منبتدئ من صلي التركيز بكون على جلال وشخص القاب منبتدئ بالتعظيم بالتقديس بالتمجيد بالتسبيح والشكر والتركيز على صفات الله وعلى شخص الله على طبيعته وعلى هويته هذا الآب السماوي هو مش بس أبانا الذي في السماوات هو قريب من كل شخص بعد ما نبتدئ بتمجيد وتقديس وتعظيم اسم الله منبتدئ بإحتياجاتنا الشخصية فهذا هو النموذج اللي علمنا ياتو الرب يسوع قال خبزنا كفافنا أعطنا اليوم طبعاً هاي الصلاة إنه إحنا محتاجين نعتمد ونتكل بالثقة على إحسان وجود وعطاء الله يومياً فكل يوم إحنا منحتاج تسديد الإحتياجات داود قال الرب رعية فلا يعوزني شيء إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي كنت فتن وقد شخت ولم أرى صديقاً تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزاً خبزنا كفافنا أعطنا اليوم طبعاً خلي بالك إن الخبز كان طعام الفقراء وبالأحرى طعام الجميع وطبعاً بالنسبة لليهود كانوا بيدركوا إنه المن في البرية لما الله أعطى المن كان المن يجمعونه كل يوم بيومه بحسب سفر الخروج إصحاح 16 يعني بكلمات بسيطة بيعلمنا حياة الاكتفاء وعناية الرب أكيدة وتسديده أكيد وإن الله بيهتم بإحتياجاتنا اليومية في عزته على الجبل مكتوب يعلم أن هذه تطلبها الأمم أما أنتم فاطلبوا ملكوت الله وبره أولاً وهذه كلها تزاد لكم فإحنا منصلي من أجل تسديد الاحتياجات يومياً الرب بيعرف احتياجاتك ما بيترك إنسان صديق ما بيترك مؤمن ما بيترك بنت أو ابن اللي بيجيه بثقة وبإيمان وبمحبة اشتركوا في القناة